بخطوات مفعمة بالبطولة يحكي هذا المقاوم الشامخ شموخ جبال الريف وهو في الثمانينة من العمر قصة انطلاق أولى عملية جيش التحرير في مطلع أكتوبر من عام خمسة وخمسين تسعمائة وألف فبمجرد رسو باخرة دينا برسل ما شرق النضور محملة بالأسلحة شرع المجاهدون هنا بجماعة بردبنا وحتازة في إشعال شرارات المقاومة بمجرد تسلمنا للأسلحة انطلقت عملية جيش التحرير حيث تجمع المجاهدون في دار المقاوم الحاج مزيان ليلا لتبدأ عملية مباغة القبطان الفرنسي بمركز برد بعد اشتعال المعارك اضطررنا للسعود للجبال هربا من قصف سلاح الطيران ولقد استمرت المناوشات مع المحتل الفرنسي إلى حين حصولنا على الاستقلال موقع برد هذا الذي كان يعد أحد المراكز المتقدمة لجيش الاحتلال الفرنسي لازل شهدا على مرحلة حاسمة من تاريخ كفاح الشعب المغربي حيث بدر أبناء برد وأكنول وتزيوسلي بإقليم تازة أو ما يسمى بمثلة الموت إلى تنظيم خلايا فدائية لضرب منشأة المستعمر وثكانته والدفاع عن ثوابت الأمة كان طلبوا من المسؤولين يعطيوا لي واحد القيمة ارجعوا لي عن الاعتبار تقول لي هاد القيادة ان شاء الله بحول الله كما بغينا وبغوا يبغوا هاد الأجيال اللي طالعين وحنا كنحكيوليكم هاد شي بالتفصيل ما كان لازل يا دولا نقصان أما القرطاس والخال المخزن اللي كانوا والمغاربة اللي كانوا هنا كانوا مقاومين هما اللي كانوا كيخبعوا مساكين القرطاس فل كورا ديال الخيل وكيعطيوه للمجاهيد توسع رقعة المعارك التي شملت منطقة الريف عموما وإقليما تازى خصوصا شكل بغطا سياسيا على السلطة الاستعمارية ويشجل التاريخ أنه بعد انسرامي 45 يوما على انتفاضة أكتوبر كانت العودة المظفرة لبطل التحرير جلالة المغفور إلى محمد الخامس وبزوغ فجر الحرية والاستقلال